رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هريني خلطتو كجفتر من دوء ويأتين دشاره منظومة البايقونية لإمام عمر ابن محمد ابن الفتوح الدمشقي والشافعي والبايقوني رحمه الله هريني هنده إن شاء الله أن جانجي قويني حديث الفرد حديث الفرد كامو كو ببماك رحمه الله كجم ديما به والفرد ما قياده بثيقتي أو جمع أو خسر على روايتي والفرد ما قياده بثيقتي كووني فرد حديث الفرد كونو كو كو حببر دعونو نألو غوتنو دوء أو جمعين ما نو حببر دعونو ليد أو قصر على روايتي كونو نألو أندرها كونهين مكولوني هيرتورا غوت في اللو حديثة هي يجونو كشاره كونو فانا هريني يقول الشاره رحمه الله هذا هو الثالث وإشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة هريني يشارنو جو أمكا نيو وندما كونون هديث نوغي أتطابو أني هديث هدي جانتا لكا جمدي وهو الفرد هريني يحديث الفرد وذكر النازم له ثلاثة عنواع هريني يؤمد جمدي ذي هنو ويتي هنو نيجي تاتي هريني أرانو أنكو ما قييد بثيقتي وما قييد بجمعين وما قييد بروايتي فما هو الفرد إذن هريني كرمكو ديونه يتادي هو الفرد نقول الفرد هو أن نينفردالراوي بالحديث هريني كنون واشي فطنون كنون إنه حديث الفرد وكتوا تكون إنه حديث الفرد هنده إن شاء الله نكون جانك تكو الحديث الحديث الفرد وإنته الفرد ما ينفرد الراوي إبن وإنه مصنع فوو في اللو حدثة نحن نده إممالك فوو إينا كإممالك نحن 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 حدثة قولة وصكورة يمكن أن يطلب إمم المؤكد لنحن نحن هدثة صورة لازمنا هم لسنتك لذلك إلا كان مؤكد تلقى سببه هدثة الفرد سببه يمكن أن يلت وقت تفهم مفهم رسولة هدثة الفرد هدثة فعلا فما يلتخفى هنا فأني ترجمة نانسي قنقر 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 نحنقر نانسي قنقر 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 نحنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نحنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نحنقر 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 فإذا فرد بهذا الحديث الأهل هذا البلد شخص واحد بمعنى أن يقال تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الشاميين أو تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الإجازيين أو ما أشبه ذلك فهنا فرد لكنه ليس فردا مطلقا بل هو في بلد معين وقد انفرد به من بين المحدثين من أهل هذا البلد وهم من ذلك يقولون أنه كان هناك فرد فهمت كيف؟ فمثلا إذا قدرنا أن المحدثين في الشام ألف محدث فهمت كيف يمكن أن تفرد فلانسبي وفرد كيف يمكن أن تفرد الفيوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في سواه فنقول هذا فرد لكن هل هو فرد المطلق انه فرد المطلق بل ارينا فرد المطلق كوني هريك فرد نسبي هريك فرد بنسبة اهل الشام نسبي بنسبة اهل الشام وللفرد المقيد بالجمع معنا لآخر وهو اي انفرد به اعلى بلد ما برواية ان فلان فيقال تفرد به اهل الشام ان فلان ومددنا كنن عربي من التفرد الآن سأسنا بروسفسنا إنه فينا هذا فلسط للحق الهدية دون قار م Cockار إنه فينا فينا إنه فينا ونبدأ إنه فينا يوسط انه فينا إنه فينا محمد ونبدأ كأنه فينا لأحمد لا أحمد لأنه فينا يوم المجل المترجم للقناة 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 في يومي الجهر لنا يتكلموا الأحسسين فإن الآن في شكل شهر يتكلموا الأحسين الخامس لكي يوضي بسرعة أجل يتكلموا بعمل بسعة الشيخ ست встречة أيها موقفين في كل مقالنا السابقة في نهاية سنجدنا وق recently اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته